لسه كلامنا عن رياضة ما اخلصش الحقيقة انه فيه انتعاشة كده كروية في النادي الاهلي ما شاء الله طبعا وفيه طاقة كبيرة كمال في المدير الفني السويسري مرسال كولر خاصة بعد الأدايا اللي بيقدمه الفريق في الفترة الأخيرة وتقلق لعبيه الفريق الأحمر فيه كتير من المباريات تحت قياط بالمناسبة يعني هو كان بقاله سنتين قاعد في البيت يعني راجل آخر حاجة كان بيضرب بازل السويسري ومن غسطس عام 2020 وهو قاعد في البيت ما اشتغلش في أفريقيا لكن اللي عمله مع النادي الاهلي وده بشهادة كتير من المحللين بيقول انه قدر يطور بالفعل منظومة اللعبة في النادي وقدر انه كمان زي ما حضراتكو اكيد تباته يحقق السوبر المصري وبعد كده قدم مباراة كبيرة جدا قدام بيرامدز فيه نهاي كاس مصر وكمان الأداء الهائل والمتماسك للفريق في البطولة الأفريقية تفاصيل كتير قوي عن أداء لعبي الاهلي تحت قيادة كولر ايه اللي عملوا بالزبط في النادي الاهلي لما جاه وحنا طبعا فاكرين بداياته وهنتكلم طبعا كل المراحل اللي مر بيها والمباريات كمان وثلاثيات كولر زي ما بيقولوا هيكلمنا عنها بالتفصيل الناقد الرياضي عبد الحميد فراجل من ورنة صباح الخير عليك بسيدة عبد الحميد صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير عليك يا جمانة وتحيات ليك ولكل مشاهدي التلفزيون المصري يا أهلا بيك الرجل ده في البداية جاي كده ويعني ما كانش مفهوم قوي لما في المؤتمر صحفي الاول قال الملعب بتاع السلام مش مناسب ان الاهلي يلعب عليه لأ فين الجماهير مش العدد طبعا مسموح به العدد مش كامل لأ أنا عايز بقي الجماهير بتاع نادي الاهلي تكون حضرة أنا محتاج صفقات فالإدارة تكلمت معاه لأ مش هنقدر نجيب صفقات معينة لأ هنجيب صفقات في النهاية رجل يتعامل بالمتاح لكن في النهاية والنتيجة لا احنا شايفين نتيجة نادي الاهلي شايف نتيجة والجماهير هي كمان مبسوطة بيئة ده أكيد مش هنتكلم بس على مارسل كولر نحن ما تكلم على المنظومة بتاعتنا نادي الاهلي لأن كولر كمل على اللي عمله بيتسو مسماني بيتسو مسماني كمل على اللي عمله ريني فييلر يعني نقدر نقول ان ندريل الفنين نادي الاهلي أو آخر تلات أجهزة فنية مستمرة ومستقرة وتعديداً الأجهزة الفنية الأجنبية بيكملوا شغل بعض لأن فيه شكل أو فيه منظومة كاملة الإدارة بتدي الحرية للإدارة الفنية بتحاول تساعدهم فيه لجنة تخطيط بتشتغل فيه لجنة كرة موجودة بتتابع الأحداث لما بيقى فيه صفقات مطلوبة بتتحط قدام الأجهزة الفنية اللي بتطلبها بنشوف المتاح إيه؟ بنبدأ نتعاقد معه كولر بيتكلم في كل النقط أو في كل الملفات اللي مطروحة قدامه زي ما أنت قلت فكرة الملعب وملعب السلام وتم تغييره فكرة أن أنا بحاول أدور على صفقات حتى أنه هو نفسه كمدير فني مرتب أولوياته يعني على سبيل المثال في مركز زي مركز رأس الحربة هو كان عنده حسام حسن عنده شادي حزين ولكن هو مرتب أولوياته مقتنع بشكل كبير جداً ببير سيتاو وبكهربا ومؤخراً بيبدأ يدي محمد شريف وشفنا ده وضح كمان فيه اختياراته للعيبة اللي مشيت حسام حسن ما كملش في الفريق شادي حسين دلوقتي مش داخل أو مش موجود في حسابات الفنية لمارسل كولر فالراجل مرتب أولوياته حتى زي ما أنت قلت لو أن مش كل الصفقات اتوفرت لي أو مش كل اللي طلبه اتحقق له ولكن ماشي بيئة المتاحة في رأيي أو في رؤية الفنية لمارسل كولر أتخيل أنه هو وصل لمرحلة جايج جداً في الأداء مع النادي الأهلي تتويج ببطولتين كأس السوبر المحلي بداية مع نادي الزمالك وده كان في بداية الموسم ثم مؤخراً مع بيرامدز والسنائي ده هو أكبر فرقتين في المنافسة في الكرة المصرية الزمالك وبرامدز وكذلك التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيرامدز أيضاً فأعتقد الراجل ماشي بنجاحات طيبة جداً ووصوله أنا قادر أقول بقى مش وصوله النصف النهائي لا أقدر أقول وصوله النهائي لأن فوز في تونس في معقل تراجد تونسي بسلاسية خلاص النادي الأهلي حط أتخيل أن كلتا قدمي كمان في النهائي أفريقيا فالراجل تقريباً محقق كل النجاحات في البطولات اللي ماشي فيها متصدر الدوري بأرياحية وبفرق مباريات أتخيل أن لغة الأرقام بتصب في صالح مارسل كولر الشكل الفني بيصب في صالح مارسل كولر وزي ما قلت لك هو بيكمل الشغل اللي عمله بيتسو موسيماني وبيتسو موسيماني أيضاً كمل الشغل اللي عمله رينيفايل طيب يعني خليناً هنكلم على كرة القدم بشكل عام بس مش في مصر أحياناً بيقى فيه تفاهم لمراحل المدير الفني الفاجئ بمعنى أنه بيقى فيه تفاهم لفكرة أنه فيه وقت بيعدي عن المدير الفني بيقى فيه نجاحات ومكاسب وووى وأحياناً هي رياضة في الآخر فلازم بيقى فيه وقت بيقى فيه خسارة صحيح بس الناس بتقدر تقيم شغل المدير الفني ده ككل صحيح إحنا عندنا هنا إحنا بنتعامل مبارك بمبارك بمبارك صحيح بمبارك بالضبط كده والله كسبنا في مبارك يبقى المدير الفني هاي ما كسبناش يبقى المدير الفني فاشل ومش قادر يدير الفريق اللي معاه كولر في وقت بالوقات برضو جي وقت كده في فترة مفترات الدوري المصري كان أداء العيبة لا مش أحسن حاجة وكان فيه كلام عليه وكان فيه مشاكل عليه وكان فيه مقارنات بينه وبين بيتسو موسيماني والحد يخرج يقول لا ده بسبب موسيماني وكان لغت كتير قوي داير في الوقت ده كان إيه اللي حصل يعني لو هنبص كده لمراحل كولر مع الأهلي إيه اللي حصل وأنا أدخال إن الفترة ديت كانت في فترة شهر فبراير وكان مع ضغط المباريات أو كان نقدر نسميه اختبار ضغط المباريات على مارسل كولر كان ما بين مونديال الأندية ما بين البطولة المحلية والبطولة الأفريقية فكان فيه ضغط كبير جدا ولكن إحنا عندنا أزمة دايماً زي ما أنت قلت يا جماني الناس بتقارن باللي قبله بس بتقارن تجربة كاملة بتجربة جزئية فأنت بشوف مرحلة كولر اللي هو مثلاً تراجع فيها أو مش كولر تحديداً لناد الأهلي لما تراجع فيها وبتناسى أو بنسى إن الفترة دي كمان وقع فيها بيتس موسيماني بس أنا بقيم تجربة موسيماني واتنين دوري أبطال ووصوله لدور أبطال الثالث وإنجازات كبيرة جداً بلا خلاف بيتس موسيماني عمل إنجازات رائعة وهو مدرب جيد جداً ويصل لدرجة الممتازف في تجربته مع الناد الأهلي ونسبف الآخر برضو كان فيه كلام عليه وإن هو اللي وقع الأهلي دي حقيقة بس برضو هي الفكرة في الانتقاد أن الناس لما سقفت ومحطها بيعلى هما وصل لمرحلة إن اتنين دوري أبطال ده بقى أمر طبيعي بس هو الطبيعي ده هو اللي حققه بيتس موسيماني فطبيعي إن أنا أنسب أيضاً الإنجاز والنتائج الجبية لهذا المدرب فالناس قيمت تجربة أنا أتخيل إنها كانت في فترة فبراير أظن كان فيه بعض التراجع شوية وكان فيه تخطي المقاولين بصعوبة جداً في كاس مصر وبضربات الجزاء وكان الأهلي ممكن يخرج دخل في مرحلة مجموعات أفريقيا كمان كانت خلاص الكفة هتتقلب عن الناد الأهلي وإن مصيره ما بقاش في إيده ومصيره في إيد الهلال وسان داونز والمتشات اللي زيدي طبيعي مع ضغط المباريات هو ده الاختبار اللي كنت بنقول عليه اختبار ضغط المباريات أتخيل إن النتائج في النهاية صبت لصالح الناد الأهلي وفي الصالح مارسل كولر وفي النهاية أيضاً أثبت إن هو تخطى المرحلة دي وأدى في الدور الأقصائي سواء مواجهة الرجاء أو في مواجهة الترجي بشكل أكثر من رائع في المباريات البطولات سواء مواجهة بيرامدز في نهاية كاس مصر أو مواجهة بيرامدز في السوبر ومن بداية الموسم مع مواجهة الزمالك في السوبر المحلي الأول كل دوت تخطى مارسل كولر بنجاح وبنجاح جائد جداً أعتقد إن هي مراحل بيمر بيها أي مدير فني في تناوب المستوى أو في الأبس والداونز اللي حين يقول لها فيه تصعد وفيه تراجع بعض الشيء ولكن إجمالاً كان فيه إحصائية بعض الزملاء عملوها إن بعد مباراة السوبر الأخيرة محلي كولر خاض مع الناد الأهلي أربعين مباراة تخطى تقريباً 28 فوز 8 تعادل وأربع هزام فقط الشباك النظيفة تخطى تقريباً 25 مباراة بشباك نظيفة وده أرقام طيبة جداً وإيجابية جداً لمارسل كولر لو نضاف عليها كمان سلاسية مباراة التراجي وأعتقد إن المباراة التراجي القادمة كمان هتبقى في صالح الناد الأهلي كل دي أرقام طيبة جداً وجايدة جداً مقارنة حتى بمتسو موسيماني وبرينيف ويلر أتخيل إن كولر ماشي في خط جايد جداً وزي قلت لك هي المهمة في الموضوع ده إن هي منظومة بتكمل بعضها المدير الفني ده بيشتغل على اللي بعده أنا سعيد جداً بالتجربة بتاعة الدكتور رحمد أبو الوفا المعد النفسي للناد الأهلي إن الراجل شغال على كل حاجة لأننا دلوقتي عندنا السوشيال ميديا بتضغط بشكل رهيب جداً عن نجوب محمد هاني على سبيل المثال اتعرض لضغط كبير جداً حسين الشحات في فترة من فترات اتعرض لضغط كبير جداً أفشل ومؤخراً محمد فاخري رغم إنه مشاركش اتعرض لضغط كبير جداً أتخيل إن وجود حد زي ده بطلب من كولر وبطلب من الجهاز الفني وبطلب من المنظومة بشكل عام أحنا محتاجين ده في الوقت ده أعتقد نجاح يحسب أيضاً للناد الأهلي والمعد البدني كمان بص هو عامل لضغط كبير جداً وبالمناسبة الدكتور ريهاب علي استشاري تغذية في الناد الأهلي أعتقد إنه ما فيش ملف يعني بنيشتغل على الجانب النفسي بنيشتغل على الجانب البدني بنيشتغل على الجانب التغذية السفريات بتتحطي إزاي بتترتب إزاي ملتلك فيه لجان متخصصة لجنة تخطيط لجنة كورة فيه ناس شغالة في كل حاجة لجنة تذاكر في حضور المبريات بيشتغلوا على كل حاجة فده طبيعي إن أنا أوفر كل العناصر دي لنجاح المنظومة طيب فنياً أداء الأهلي عامل إيه خلال الفترة اللي فات يعني إحنا أنا مش بتاع كورة قوي لكن بلاحظ إن الفريق كله بيطلع يهاجم والفريق كله بيرجع يدافع بتلاقي محمد عبد المنعم في قلبة 18 وبيجيب أهداف كمان بتلاقي بيرستاو بيرجع يدافع صحيح ده يحسب أيضاً للجهاز الفني والمارس الكولر إنه هو عمل الفريق كوحدة متكاملة وضيف على كده كمان التطور الفني للعناصر اللي موجودة عنصر عنصر يعني على سبيل المثال محمد هاني تحديداً كان متعرض لنقضي كبير جداً دلوقت محمد هاني من أكتر اللعيبة اللي عاملة أسست أو صنعة أهداف في الناد الأهلي بعد معلول وحسين الشحاة ده ما كانش موجود قبل كده بيرستاو زي ما أنت قلت بيرستاو كان عنده مشكلة في الجانب البدني فكان بيقدي في الجزء الهجومي بس دلوقتي لقى التطور بقى موجود بشكل كبير جداً وبقى بيقدي هجومي ودفاعي محمد عبد منعن بيكمل حمد فاتحي عنصر محوري جداً ومستوى بالمناسبة هو حمد فاتحي مميز في أكتر من مرحلة ولكن في الفترة الأخيرة أيضاً مستوى بشكل رائع مع مارس الكولر فهو حتى على مجانب التطوير الفني للعيبة ظاهر ده أحمد عبد القادر بالمناسبة ظاهر الدور الدفاعي بتاعه مع مارس الكولر بشكل أفضل من الفترات السابقة فالراجل بيشتغل على كل المحاور دي كهربة متواهج في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإقاف من خلال أنه هو يدفع به ويظهر برغم أنه هو راجع من فترة غياب كبيرة جداً ده بيأكد أن المدير الفني شغال مع الراجل حتى وهو غايب فلا العناصر دي كلها بتؤكد أن تحرك كوحدة واحدة زي ما أنت قلت أداء الدفاعي والهجومي وزي أمتلك ده كمان بيتترجم لأرقام ثلاثيات كتيرة جداً لمارس الكولر على فرق كبيرة فرق مش صغيرة وعلى مباريات مختلفة سواء محلياً أو إفريقياً النتائج اللي بيأديها الفريق الخروج بشباك نظيفة كل الحاجات اللي زي دي بتأكد أن لا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي الراجل شغل بشكل كويس جداً طيب كابتن عبد الحميد زي ما حضرتك قلت أن هي منظومة كل مدير فني بيبني على اللي قبله طبع نقدر نقول أن مارسال كولر إيه اللي أضافه بعد رحيل بيتسو موسيماني إيه اللي أضافه ل خلينا نقول سجل موسيماني للنادي الأهلي لو هنتكلم فنياً للعبين وكمان خاصة أن في ناس كابتكلم أنه مثلاً مارسال كولر يفتقد لفكرة الحلول الفنية المبتكرة السريعة يعني أثناء المباريات فشايف هو إيه اللي أضافه للأهلي وإيه نقاط ضعفه برضو أو إيه الحاجات اللي المفوض يشتغل عليها أكتر تمام هو بس في حاتة الكوتشنج وحاتة تغيير الملعب أو تغيير الأداء الفني في جوة الملعب خلينا نذكرها بعد كده ولكن أنا شايف أن من الحاجات المهمة جداً اللي أكد عليها مارسال كولر هو فكرة ثقافة اللعب خارج الملعب أو ثقافة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الملعب ده ظهر طبعاً في مباراة الترجل الأخيرة إنه نفوس جوه رادس آه حصلت قبل كده ولكن بالرغبة وبالأداء ده وبالنتيجة الكبيرة لأ إن أنا أتعادل مع الرجاء المغربي فعكر داره رغم أن الرجاء كان مهم جداً إنه هو يعود نتيجة الزهاب لأ قدر تعملها قبل كده مع القطن الكاميرون وغيرها يعني تقريباً لو استسننا مباراة سانداونز أتخيل أن الرجل ده قدر يصنع فكرة مع الاتحاد المنستيري عمل نتيجة إيجابية كان قول مباراة تقريباً لي مع الأهلي إيه؟ مع الاتحاد المنستيري كان قول مباراة آه كان من بداية المباراة تلي في الناس ففكرة إن أنا بحاول أصنع في ثقافة إن أنا بعمل نتيجة إيجابية أو فوز خارج ملعبي دي مهمة جداً وهو برضو زي ما قلت لك أكد عليها من الأجهزة الأخرى موضوع بقى الكوتشنج لأ أنا شايف إن ده ظلم من أن نهاجم مارسل كولر إنهم ما بيقدرش يغير مجرات المباراة بالعكس ده على سبيل المثال مثلاً في مباراة برامتز في السوبر لما تغير مركز رمضان صبحي نزل على طول خالد عبد الفتاح وحاول يقلل خطورة رمضان صبحي ولما نزل بعد كده الشحات وغيرهم ساعدوا وكهرباء ساعدوا في أن يبقى فيه شكل هجومي ويحسن مباراة السوبر في مباراة الرجاء تبديلت حمدي فتحي تقريباً بعدها بعشر دقيقة حمدي فتحي اللي سجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الرجاء لا أعتقد فيه أكتر من شكل أو لقطة بتؤكد أن مارسل كولر بيقدر يغير المباراة ويعمل بإدارة الكوتشنج بشكل أكثر من البقاء رقيحة زي محضرتك قلت إحنا المفروض نبص للأرقام والإحسائيات بالزبط والتجربة ككل مش بالقطعة زي ما إحنا كنا بنتكلم دول بني قدمين في الأول وفي الآخر فيه ظروف بتحكمهم فيه لعيبة كمان بتحكمهم فطبيعياً نحن نبص على التجربة ككل بالتأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ونشكر حضراتك جزيلاً شكراً لوقت أرياضي عبد الحميد فراجنا وورتنا بسبب خيوص شكراً جزيلاً